اشتركوا في القناة بتسكر القناة بالكامل بيتم اغلاق القناة طيب الفكرة وين النقطة وين لحيحكي لكم ممكن انت تحكيلي انه انت مستخدم موسيقى انت مستخدم ما في اي موسيقى بالفيديو في نسخ لصق يعني انا اخد فيديو من اليوتيوب وناشره باليوتيوب طيب كيف هذا الجيم جيمي وانا اللي لعبانه انا ممنتجه فللأسف انا ما عد امن اني انشر فيديو تالت لانه الشخص نفسه ممكن يشلي الفيديو التالت فساعتها بيكون تالت سترايك للقناة وبتسكر القناة بالكامل فانا ما عد فيني انشر لما عم بدخل على الدعوة او بدخل شو السبب ياللي انشال فيه الفيديو في اسم شخص في اسم شخص هو اللي مشتكي علي هو اللي شعيلي الفيديو تبعي انا ما عم بفهم الصراحة والله حدا يفهمني شو صاير والله ما ليفهمان الكلمة اللي بدي يقوله انه يا ترى كل هالشي بيستاهل سامر وحود ابن سوريا انه يتحارب كل القصة اني لعبت جيم احترفت فيه خدمت محتوى الناس انعجبت فيه هذا زنبيا ترى ما لحقول شي يعني لحقول انه لنشوف عسى انه خير بصراحة انا ما ليفهم الموضوع ابدا كيف هيك بيصير فيديو لالي وبتم طبعه نشر ما فهمت انا عادي تروح القناة ويروح يلي بده يروح ويروح التعب السنين يلي تعبته بس المهم انه متابعيني يكونوا رضياني من الشي اللي قدمت لهم ياه وانه انا ما كذبت عليهم ولا يوم انا هيك بكون سعيد وهيك كون ختمت الرسالة يمكن تسأل حالك ليش ما تواصلت مع الشركة انا تواصلت مع الشركة ولكن الشركة بتحكي لي عشر تيام لحتى يتم الرد يعني من هون لعشر تيام معقولة انه انا بظل ناطر حتى يتم الرد على فيديوهات لالي عشر تيام هي لالي لأول مرة بطلب منكن هيك شغلة وبطلب انكن توقفوا جنبي وتستاندوني مع انتو طول عمركن كنتوا جنبي ومن بداية القناة انتو اللي وقفتوا معي وانتو اللي وصلتوني لهون لح نسوي حركة باليوتيوب حتى نلفط النظر عن الموضوع لكل شخص بحبني بينسخ الهاشتاك حق ابن سوريا ورح ننشره بكل مكان بكل مكان بتحسوا تنشروا ونشروا لحتى نشوف الموضوع لازم يعني الموضوع يلتقاله حل مستحيل فيه هيك شيء تعرفوا شو كل شي بنيتو بسنين بيجي واحد من ورا الكمبيوتر بضغط الزر بيطير كل شي عنجه ديروا بالكم بالحياة والله يعني ديروا بالكم ديروا بالكم أكيد السلام عليكم ورحمة الله معكم سامر وحود بن سوريا قبل ما نبدأ بهذا المقطع خلينا نصلي على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام اذكروا الله يا جماعة الخير لا إله إلا الله هاي المقدمة اللي تعودنا عليها هذا الشخص اللي احنا تعودنا عليه بصراحة أكتر مرة بفقد فيها لحدا أني بغيب هاي الفترة أخدت فترة مثل ما بيقولوا حزن صفانت بيني وبين نفسي قلت شو اللي شي يلي صار شو السبب يلي صار كتير أمور تلخبطت كتير أمور فاتت ببعضا شو السبب أنه ابن سوريا يتحارب بهالطريقة شو السبب يلي بصير التهجم على ابن سوريا بهالطريقة أكتر شي حزنت له أنا أني خسرت ناسي كتير يعني هاي الناس أنا سبق وحكيت أنه أنا كنت عيش بحياة وحدة تماما وهي الناس هي اللي ملت علي حياتي هاي الناس هي اللي خلتني أتنفس عن طريق الحياة يلي هني اسمه المشتركين بين قوصين بشكل عام المشتركين هدون هني كانوا أهلي كانوا مو مجرد فقط اسم مشتركين لا كانوا أهلي كانوا ناسي والحمد لله رب العالمين بعده اللي هلأ يعني لما بشوفهم بالطريق بيملوا علي دينيتي بروح الفكاهة روح المسحة روح الضحكة بشوف دكاترة بشوف مهندسين بشوف ناس واصلة كتير بالمجتمع العربي بتتابعني أنا من خلال اللعبة حسيت بالإنجاز الضخم يلي أنا أنجزته مو ممجرد إنه لعبة لا إنجاز كشخص كابن سوريا كاسم كموجود على الأرض شو صنع لنفسه شو صنع لأهله صاروا حمد لله رب العالمين أهلي يفوتوا لمنطقة يفوتوا لإرني الناس تحكيهم إنه حضرتك قالتي أمه لأبن سوريا حضرتك فهذا الشي صرت حس بفخر أنا وبرجع وبقلكم إنه أنا آسف للمنطقة يلي وصلت الله أنا اليوم للسبب إغلاق القناة مع إنه هذا الشي مو بإيدي أبدا أنا ما ليفاهم شي أنا حالي حالكم فهي القناة اللي عم تشوفوني طالع فيه فيديو هي هاي القناة أنا سويتها إحتياطيا وفي شي كتير مهم إنه أنا مبسطت أكتر وأكتر لما صار معي هذا الشي وشفت اليوتيوبر العرب كيف نشروا عني حسيت إنه عن جد أنا فيه إخوات فيه إلي سند فيه إلي ظهر أنا متكل عليه لو كانت فيه بيناتنا سوء تفاهم بس هذا السوء التفاهم كلاته إن شاء الوقت إجا موضوع الجد فعلا بيّنت الناس على أصوله يعني المعدن الإنسان الطيب بيّن وأنا كتير مبسطت وكتير أفرحت أفرحت إنه تسكرت قناتي هديك هديك القناة ما ضل لها سبعة أيام وبتنغلق تماما لأنه الشخص ضلوا مصروا وعطاني الاسترايك الثالث الاسترايك كيف إجا عم يجي على فيديو لإلي يمكن فيه ناس بعد عم تقول من المونتاج وما من المونتاج ترى يا جماعة الخير في فيديوهين ما فيهم مونتاج يلي هو لما حطيت الآيباد وشرحت لكم عن الإعدادات هم ما في مونتاج بالفيديو ولما حكيت قصة اللبن وقصة يوم طفولتي هاي القصة ما فيها مونتاج هاي مداخلة مونتاج ما فيها موسيقى ما فيها شي فالشخص متقصد متقصد وصدقوا ورا هي الشغلة مو شخص صدقوا إنه وراها شركة وأكيد وراها ناس كتير فالشي اللي أنا حابب أوصلكون يا اليوم إنه أنا بديت من الصفر بديت من الصفر وإن شاء الله بدي أطلع ما لحوقف أبدا ما في شي بيوقفني ما في شي بيبعدني عن الناس يلي بتحبني ما في شي بيبعدني عنكن ولا في شي بيبعدكن عني يعني نحن مثل ما بيقولوا كتلة وانخلقنا لبعض فلح نستمر مين لحيوقفنا ما بظن فينو حدا يوقفنا ومو مهم الرقم مو المهم انه انا كنت مليونين نزلت عالصفر لا المهم انه انا ما اثر بحقكم انه انا ما اترككم ما اضير ظهري وامشي اقلكن انه انا خلص جنيت من اليوتيوب جنيت كم مليون دولار مثلا انا بقلكن كم مليون ركزوا هاي النقطة كم مليون جنيت يعني انا جاني ارقام جدا كبيرة بس هاي الارقام ما بتغيرني عنكن انا ما احزنت على الارقام انا احزنت على الاشخاص انا احزنت على مجتمعي انا احزنت على الابتسامة يلي كنت شوفها انا احزنت على التعليقات يلي كنت اقراها انا بقرأ تعليقاتكم كلها ياتا فلهذا السبب انا فكرت وقلت لازم ابدأ قناة جديدة لهو هي القناة انا باديا من الصفر واصلا ما في ارباح مو المهم الارباح المهم انتو صدقا اخصم بالله العظيم يلي بيهمني هو انتو يلي بيهمني هي شعبية ابن سوريا المحبة اللي اخدها من الناس حتى الناس اللي كانت تنشر عني وتقول هكر وما هكر ترى هي كمان فيه الى لزية كانت كان فيه الى روح المتعة كنا نضحك نمبسط شوف الفيديو اللي فلاني نشر عنك شوف كذا كان فيه روح سلاسية اللي هي البساطة بشكل عام فهي القناة اللي حتشوفوه انا بديت فيه من الصفر بتمنى من الجميع انه ما يقصر بحق هاي القناة بتمنى انكم تنشروه على نطاق وسيع وانا بعرف هذا الشي بدون ما احكي انتو ما لاحط اصروا معي وحتى اليوتيوبرية اخواني كمان ما اصروا معي والله العظيم انصدمت مع انه يعني اولاده اصول بحق بكل ما تعنيه الكلمة من معنى والله كل واحد حكى بالموضوع وكل واحد ساند ابن سوريا فالله يسعدكن انا مبسوط كتير كتير للشي اللي صار معي صارت مثل صيحة عربية كل الناس اهتمت بهذا الموضوع بالعكس انا ما شفت حدا رافض يعني رافض القصة وما حدا هاجمني لا هالمرة كله ياتنا ايد وحدة وعن جد فيه حق وترى هذا الموضوع لازم نحنا ننتبه عليه لانه هاليوم راح ابن سوريا بكرة بيروح غيره لازم نركز بهي النقطة ولازم نعرف الاشخاص عم يستخدموا السغرة والسغرة وين هي موجودة ما عليكم مني انا انا مشي الحال اخدت نصيبي بالحياة ولكن لازم نركز على السغرة ونركز عليها اكتر حتى غيرنا لا ينظر فهيك منكون وصلنا نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة ولا تنسوا تنشروها وتخبروا اصدقائكم انه هي قناة ابن سوريا التانية وان شاء الله ما حدا بيأصر بحق القناة بتمنى من الجميع انه يدعم هاي القناة قدر المستطاع حتى نرجع نبلش من الصفر كان معكم اخوكم سامر وحود ابن سوريا انا فيكم بكبر ان شاء الله اشتركوا في القناة